موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزاء الطالبة والطالبات مع درس جديد من دروس القواعد النحوية وهو بعنوان المجرد والمزيد من الأفعال النهاردة إن شاء الله هنعرف تقسيم الأفعال تقسيم جديد للأفعال كمان هنعرف أنواع الأفعال ونعددها كمان خصائص أو خواص الكلمة أو خواص الفعل كمان هنستخدم بعض المصطلحات زي زيادة في الفعل يعني إيه زيادة في الفعل يعني إيه تجريد يعني إن أنا بجرد الفعل كمان يعني إيه وزن الفعل يعني الوزن بتاع الفعل قبل ما نخش في الدرس عايزك تعمل سكان للكيو أركود اللي موجود قدامك هتلاقي فيه فيديو عايزك تتفرج عليه وتقول لي أنت استفدت منه إيه رجعنا مرة تانية وأكيد بعد ما تفرجت على الفيديو أنت بتسأل نفسك يا طارحنا تفرجنا على الفيديو ده ليه لو أنت بسيط هتلاقي إنك علشان توصل لقيمة الشيء أنت لازم تكشف عنه حاجات كتير تشيل الزيادات بتاعته اللي أنت مش هتستفيد منها علشان توصل لأساسه وهو تقريبا مضمون الدرس بتاعنا إحنا بنحاول نبص للفعل ونشوف يا طرى فيه زيادات ولا ما فيهوش زيادات أنا أقدر أشهر عن الفعل ده إيه أو أشيل الزيادات اللي فيه أو إيه هي الزيادات دي عشان أعرف أساس الفعل ده إيه تعالوا مع بعض نخش الدرس بتاعنا ونقول إحنا بنقسم الفعل بتاعنا أكتر من تقصية فمثلا بحسب الزمن الأفعال عندي ممكن أقسمها التلات أنواع زمن ماضي أو مضارع أو أمر طيب بحسب حروفه الحروف بتاعته يا طرى الفعل ده ممكن أقسمه أه طبعا ممكن أقسمه فعل صحيح زي ما خدنا قبل كده أو فعل معتل يعني صحيح بيقول لي صحيح هو ما خلت حروفه الأصول أو الأصلية من أحرف العلة حروف العلة اللي هي واو ألف يعي طب إيه المعتل بقى زي ما خدنا قبل كده قلنا الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية أو الأصول الحرف الأصيل اللي فيه حرف من حروف العلة اللي هي ألف أو واو أو يعي لو أنت الحصة تلاقي إحنا بنقسم الفعل على حسب منظور معين بنبصله من ناحية الزمن قسمنا تقسيم مختلف من ناحية الحروف وأنواع الحروف قسمنا تقسيم مختلف طب ده التاني التالي بقى بيقول لي على حسب المعنى على حسب المعنى بيقول لي إن الفعل ممكن يكون متعد أو يكون لازم يعني إيه متعد فكرني بيه كده يقول لي المتعدي هو ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا بيه أو أكثر يعني محتاج مفعول بيه أو أكثر طيب الفعل اللي لما يكون لازم بيقول لي لا لا هو بيحتاج بس لفاعل إنما لا يحتاج إلى مفعول بيه لا ينصب مفعول بيه طب اللي باعف يا طرى فيه تأسيمة جديدة يقول لي آه التأسيمة الرابعة بقى للأفعال هي من ناحية أصوله يعني أصل الفعل ده إيه فساعتها قسمناه الفعل لحكتين المجرد والمزيد المجرد والمزيد يعني إيه المجرد بيقول لي المجرد ما كان حروفه أصول لا يمكن الاستغناء عنها يعني كل حرف في الفعل ما أقدرش أستغناء عن أي حرف فيه ساعتها أسميه فعل مجرد يعني مجرد يعني ما فوهش زيادة طب هنا بديهي يبقى إيه الفعل المزيد يقول لي ما كان أحد أحرفه زائد يمكن الاستغناء عنه يعني الحروف بتاعة الفعل تحس إنك ممكن تستغنى عن حرف منهم حرف هنا حرف زائد ساعتها بقول عليه فعل مزيد وبشوف بقى هو مزيد بكم حرف تعالوا مع بعض نبدأ الدرس بتاعنا بالفعل المجرد يعني إيه فعل المجرد اتفقنا وقلنا إنه هو ما كان حروفه أو حروف أصوله لا يمكن الاستغناء عنه ما ينفعش استغناء عن أي حرف زي مسلا يديني مثال قلت لك الفعل ضربا الفعل ضربا يقول لي ده فعل مجرد ليه لإنه لا يمكن الاستغناء عن ولا حرف من الحروف بتاعه سواء كانت الضاب أو الرأ أو الباء ما ينفعش أشيل أي حرف فيه طب مثال تاني لو قلت لك الفعل لعبة برضو لا يمكن الاستغناء عن أي حرف من أصوله لا اللام ولا العين ولا الباء طب الفعل فارحة برضو نفس الكلام ما ينفعش استغناء عن ولا حرف من الحروف دي لا الفاء ولا الراء ولا الحاء يعني ما ينفعش استغنى عن اي حرف من اصوله فساعته اقول عليه فاع مجرد يعني فعل مفهوز زيادة طب اقسام الفعل المجرد يا ترى الفعل المجرد ليه انواع او ليه اقسام يقول لي اه اول حاجة مجرد ثلاثي يعني مجرد ثلاثي يعني يكون عدد الحروف بتاعة الفعل تلاتة طبعا ما فيش فعل اقل من العدد تلاتة انه ما ممكن الفعل يكون ازيد من ثلاثة يقول لي المجرد الثلاثي يعني يكون الفعل الثلاث حروف ما ينفعش استغنى عنه وبسميه مجرد ثلاثي زي مثلا الفعل يكتب يكتب ده فعل مضارع ولو عدنا كده هتلاقي يكتب يا بعد كده كاف بعد كده تا بعد كده بقى يقول لك اه هنا بقى شيء مهم جدا عشان نعرف اصل الفعل يعني نعرف الفعل ده مجرد ولا مزيد لازم ما تتعاملش مع الفعل المضارع ولا تتعامل مع الفعل الامر اتعامل دايما مع الفعل الماضي فساعتها لازم يكتب احولها للماضي بتاعها اللي هي كاتبا برافو يبقى كلمة كتبة الماضي بتاعي يكتب لو بصينا كده على كتبة نلاقيه كاف تا با ما ينفعش استغنى عن اي حرف فيهم ساعتها اقول ان الفعل يكتب فعل مجرد ثلاثي لانه اصله ثلاث حروف ما ينفعش استغنى عنه طب ناخد مثال تاني لو قلت لك الفعل يقرأ برضو مدارع ما ينفعش اتعامل معاه احوله للماضي بتاعه يقرأ الماضي بتاعه قرأه ثلاث حروف ما ينفعش استغنى عن اي حرف فيهم ساعتها اقول عليه مجرد ثلاثي لانه مكون من ثلاث احرف طب مثال كمان لو قلت لك يمد واحد يمد يمد مدارع احوله للماضي بتاعه مادة ايه ده مادة ده حرفين لا 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 مادة مش حرفين مادة تلاث حروف لان الدال هنا دال مشددة مضاعفة يعني مين ودال ودال بس الاتنين الدال والدال خليناهم الاتنين يكتبوا بحرف واحد وعليه تشديد يبقى ده فعل مجرد ثلاثي يعني مكون من تلاث احرف لا يمكن الاستغناء عن اي حرف فيهم ساعتها اقول على مادة انه فعل مجرد ثلاثي او كمان يمد اقول عليه فعل مجرد ثلاثي سواء كماضي او مدارع او امر هيبقى فعل مجرد ثلاثي بس لما اجا اتعامل هتعامل مع الفعل الماضي اخر مثال عندي كلمة يعد يعد واحد بيوعد واحد يعني طب انا لازم اجيب الفعل الماضي بتاعه الفعل الماضي وعدة تعالوا نبص واو عين دال يبقى ده فعل مجرد ثلاثي يبقى ده معناه ان الفعل يعني هو فعل مجرد ثلاثي طب هو في حاجة تانية غير المجرد الثلاثي يقول لي اه ممكن يلاقي الفعل مجرد يعني مفهوش اي حرف من حروف زيادة بس هو مكوى من اربع حروف بسميه الفعل المجرد الرباعي يعني مفهوش اي حرف زيادة هو مكوى من اربع حروف اصيلة تعالوا نبص للافعال المجرد الرباعيه اول مثال عندي بيقول لي يدحرك ايه ده ده فعل مضارع لازم اجيب الماضي بتاعه الماضي بتاعه دح راجع لو بصيت لعدد الحروف هتلاقيه اربعة دال حا راجين طب لو بصيت كده ين فهستغنى عن اي حرف فيهم ابدا ما ينفعش يعني ده حروف اصيلة حروف من اساس الفعل مفيش حرف فيهم زيادة ساعت اقول عليه مجرد رباعي يعني مجرد مكوى من اربع حروف سواء كان يدحرك او دحركة بقول عليه مجرد رباعي طب الفعل التاني بيقول لي يبعثر ده مضارع قتل الماضي بعثره لو بصيت نفس الكلام ما اقدرش يستغنى عن اي حرف فيهم ساعت اقول سواء كانت الباء او العين او الثاء او الراء ده حروف اصيلة يبا ده مجرد رباعي طيب بعد كده يطم ان يطم ان الماضي بتاعه طم انا طم انا اربع حروف مجرد رباعي ما ينفعش السغنى عن اي حرف فيهم يجل جل يجل جل الماضي بتاعه جل 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 لو انت بصيت هتلاقي اربع حروف برضو ما ينفعش السغنى عن اي حرف فيهم ما ينفعش اشيل اي حرف وساعتها المعنى هيختلف او الفعل هيبقى فعل تاني خالص ساعتها بقول عليه فعل مجرد رباعي كمان يوسوس الماضي بتاعه وسوس وكمان يزخرف الماضي بتاعه زخرفة ده معناه ان الفعل المجرد بيبقى ليه نوعين يا اما يكون مجرد سلاسي مكون من ثلاث حروف يا اما مجرد رباعي مكون من اربع حروف ما بتعملش مع المضارع ما بتعملش مع الامر بتعامل بس مع الفعل الماضي تب تعالوا ناخد كده مثال للحاجات اللي احنا قلناها بيجي لي في الامتحان يجيب لي قطعة مثلا ويقول لي استخرج الفعل المجرد في ما يلي يعني فيه افعال ممكن تلاقي زيادة وممكن تلاقي نقص بس المهمة عندي ان انت تقول لي ده فعل مجرد تعالوا نبص كده لو انا قلت لك بدأت الثورة العرابية في منزل احمد عرابي واقسمه على الجهاد لتحرير مصر انا عندي هنا فعلين بدأت وعندي كمان اقسمه تعالوا نبص كده كلمة بدأت انا بشيل الزيادات بتاعتها ايه الزيادات يعني انا لو الكلمة فيها تاق تأنيس او فيها ضمير بشيلهم دول حاجات اصلا مش تابع الفعل دي حاجة بس بنحطها جنب الفعل علشان معاني معينة يبقى انا دي ما لهاش جاوة بالفعل نفسه ما باعتبرهاش حروف زيادة سواء كان الضمائر او تاق التأنيس او حتى الفعل المضارع بيبدأ بحروف مضارع اللي هي انايته الف نوم مياتة بعمل ايه بحول الفعل الماضي علشان اعرف اصل الفعل فهنا بدأت بشيل تاعت تانيس ساعتها تبقى بدأة بدأة تلات حروف ما يفعش استغنى عن حرف فيهم يبقى صح الفعل ده فعل مجرد ونو ثلاثي مجرد ثلاثي طب الفعل التاني اقسموا اقسموا لا بشيل الضمية لان الضمير ده مش تابع الفعل اصلا مش جنب الفعل اصل يبقى الفعل اصله اقسمة اقسمة يقول لي اه بص كده للفعل اقسمة انا ممكن استغنى عن الالف دي الهام زي ممكن اشيلها فساعتها الفعل يكون قسماء اه يبقى الفعل ده فعل مزيد يعني فيه فيه حرف زيادة اللي هو الهامزة يبقى الفعل ده مش فعل مجرد يبقى غلط ده فعل مزيد اللي هناخده ان شاء الله كمان شوية طيب المثال التاني لو جيه قال لي مثلا جاء محمد فريد جاء محمد فريد بعد مصطفى كامل ليكمل الرسالة ويزلزل اركان الاستعمار انا عني هنا تلات افعال نبدأ اقول واحد جاءة هو اصلا ماضي وما فيهوش تاية تانيس ولا فيه اي ضمير طب بص كده اصله جاءة اه فعلا جاءة دين الف حمزة ما ينفعش استغنى عن اي حرف فيهو بيبقى الفعل ده صح هو فعل مجرد ونوعه سلاسي طب الفعل التاني بيقول لي يكمل ده مضارع يبقى لازم اجيب الماضي بتاعه الماضي بتاعه اكمل 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 اربح حروف بس انا ممكن استغنى عن الهمزة دي دي زيادة يبقى الفعل ده مش مجرد الفعل ده مزيد يعني فيه حرف زيادة يبقى غلط الفعل ده مش مجرد طب الفعل الاخير يزلزل 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 ده مضارع لا هاتل الماضي بتاعه الماضي بتاعه زلزل زلزل اربح حروف بس بص كده ما ينفعش استغنى عن اي حرف فيهو يبقى الفعل ده مجرد بس مجرد رباعي لانه مكون من اربع حروف في الوقت فيه تمرين بسيط هيعرفك انت استفاد تقديم الكلام اللي احنا قلناه اعمل اسكان للكيو ار كود او انزل لتاني رابط اسفل الفيديو هتلاقي التمرين جاوب عليه وانا مستنىك ولان شرب المية بيساعد على التركيز دوز بوز وروح اشرب مية وتعالى بسرعة ما تتأخرش وارجعنا لبعض مرة اخرى اوعى تنسى ان احنا قسمنا الافعال على حسب اصولها الى نوعين المجرد اللي احنا اتفقنا عليه واتكلمنا فيه الفقرة اللي فاتت اللي هو ان حروف واصول لا يمكن ان استغناء عن اي حرف فيهو النوع التاني بقى اللي هو المزيد المزيد بقول لي ما كان احد اصوله او احد حروفه زائد يمكن الاستغناء عنه يعني حرف زيادة حرفين تلاتة على حسب هو ايه بس يمكن الاستغناء ايه عن اي حرف من الحروف دي طيب تعالوا مع بعض نشوف الفعل المزيد ليه انواع يقول لي اه ليه انواع يما يكون مزيد ثلاثي يما يكون مزيد رباعي يعني يكون تلت حروف وبزود عليهم تلاتة ازود عليه حرف او تلاتة ازود عليه كنين او تلاتة ازود عليه تلات حروف او يكون مزيد رباع يعني رباع يعني هم اربع حروف وبزود عليه حرف او ازود عليه حرفين لان اكبر عدد للحروف هو ستة يعني اكبر عدد لحروف اي فعل هو ستة واقل عدد هو تلاتة يبقى نعين للفعل المزيد مزيد ثلاثي ومزيد رباعي مزيد يعني انا بحمله بشيله حاجات كتيرة او بحطله حروف زيادة عليه علشان خطر يشيلها مع الفعل طبعا ده بيديني معنى مختلف للفعل الاصلي تعالوا نشوف اقسام المزيد اتفقنا وقلنا اول حاجة المزيد الثلاثي المزيد الثلاثي المزيد بحرف رقم الف المزيد بحرف اللي هو التلات حروف وبزود له حرف ازاي بقى تعالوا مع بعض نشوف الجدول اللي قدامنا ده بص كده للفعل اللي معايا الفعل اكرمه اكرمه اربح حروف واحد اكرم واحد تعالوا نبص كده هل يمكن الاستغناء عن اي حرف بحيث نرجع اصل الفعل اه انا ممكن استغناء عن الهمزة دي فقول الفعل ده اصله كرمة ده اصله وان انا زودت عليه همزة علشان كده بقى فعل سلاسي مزيد بحرف يبقى نوعه سلاسي مزيد بحرف طب ايه الحرف الزيادة الهمزة تعالوا نشوف فعل تاني لو انا قلت لك قاتلة يعني ايه قاتلة يعني واحد بيحارب بيقاتل طيب الفعل قاتلة ده اصله ايه اصله قتلة ايه ده قتلة اه فعلا قتل انا زودت له الف بعد اول حرف فبقت قاتلة يعني الفعل الاصيل ثلاث حروف زودت له حرف فداني فعل تاني الفعل ده اسمه سلاسي مزيد بحرف يعني هو اصله ثلاثة وانا زودت له حرف ايه هو الحرف الالف ده الحرف بتاع الزيادة طيب اه تالت نوع او تالت فعل هناخده دلوقتي هو علما علما لا سواني دول ثلاث حروف ازاي تقول على انه هو فعل مزيد يقول لي لأ ده فعل اربع حروف لان اللام هنا لام مشددة يعني اتنين لام مش لام واحد طب اصل الفعل ايه علما اصل الفعل علما طب علما انا زودت لها ايه زودت لها تضعيف خليت اللام هنا مشددة يعني حرفين يبقى ده ثلاثي مزيد بحرف الحرف ده اللي هو ايه تضعيف اللام اللي هو تضعيف عين الكلمة اللي هو اللام حرف اللام ضعفته يعني خليته حرفين يبدأ معناه ان اول نوع في المزيد الثلاثي انه يكون ثلاثي مزيد بحرف واحد بس هو ثلاث حروف وبزود له حرف طيب تاني نوع رقم بقى بيقول لي الثلاثي المزيد بحرفين يعني الفعل اصله ثلاثة وبحط له حرفين زيادة اديني مثال كده لو قلت لك انعقدة انعقدة اصل الفعل عقدة اذا طب عقدة ثلاث حروف انا زودت له ايه بقول لي زودت له حرفين ايه هم اه الالف والنون يبدأ نوعه ثلاثي مزيد بحرفين طب فعلي كمان لو انا قلت لك مثلا انتصرة 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 ده انا ممكن استغنى عن حروف فيه اصل الفعل ايه اصل الفعل نصرة برافو فعل نصرة طب ايه الحروف اللي انا زودتها الالف والتا يبسعتها ده ثلاثي مزيد بحرفين طيب لو خدنا مثال تاني قلت لك تعلم ركز معايا من التضعيف لما تلاقي ان انا بشدد الحرف يبقى ده معنى انه حرفين مش حرف واحد تعلم اصل الفعل ده ايه علمة جميل طيب علمة ده ثلاثي طب انا زودت له ايه يقول لي زودت له حرفين اللي هم ايه اللي هم التا والتضعيف اللي في اللام يبقى ده معنى انه ثلاثي مزيد بحرفين طيب المثال اللي بعد كده بيقول لي اخدرة 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 اصل الفعل ده ايه خضرة خضرة ثلاث حرف وانا زودت له حرفين يبقى سلاسي مزيد بحرفين طيب ايه هم الحرفين دول الالف وكمان التضعيف اللي موجود في الرا اخر حرف اخدرة واصلاها خضرة طيب اخر المثال لو جيه وقال لي تقاتل اللي هو تشابك مسلا او تعارك تقاتل اصلاها قتلة احنا عارفين انه تقاتل المادة بتاعتها قتلة بس قتل انا زودت لها كم حرف زودت لها حرفين ايه هم الحرفين دول التا والالف يبقى ده التاني نوع من انواع الفعل المزيد انه يكون سلاسي بس مزيد بحرفين طب تالت نوع من الفعل السلاسي المزيد يقول لي سلاسي مزيد بثلاثة احرف تلات حروف يعني هو الفعل تلاتة وبحطوله تلات حروف يقول لي اه وطبعا لما بزود حروف على الفعل ده بيديني معنى تاني للفعل اديني مثال كده لو قلتلك استخرج لو قلتلك استخرج اصل الفعل خرج طبعا انت زودت كم حرف تلاتة ايه هم الالف والسين والت طيب اديني مثال تاني استغفرة استغفرة اصل الفعل ايه غفرة طبعا انا زودت كم حرف تلاتة يبقى ده سلاسي مزيد بثلاثة احرف ايه هم التلاتة الف سين ت وهتلاقي دايما الفعل السلاسي المزيد بثلاث حروف هتلاقي است الف سين ت ده السلاسي المزيد بحرف وبحرفين وبثلاثة طب فيه النوع التاني بتاع الفعل المزيد اللي هو ايه يقولي المزيد الرباعي ان يكون اصل الفعل اربع بس انا زودت له يا اما حرف يا اما حرفين ناخد رقم الف المزيد الرباعي المزيد بحرف واحد بس اديني مثال هقولك تدحرج تدحرج ده فعل ماضي تدحرج بس اصل الفعل ايه اصل الفعل دحرجة اربع حروف دح راجة اذا طب انا زودت حرف اه طبع فده اسمه رباعي مزيد بحرف طب ايه هو الحرف ده التاء اللي هو تدحرج التاء الاولانية هنا زيادة على بني تلكلمة زيادة على الفعل نفسه بقى فعل تاني تدحرج غير دحرجة طيب مثال تاني وكلمة تانية بيقول لي تلعثم تلعثم تلعثمة ده فعل ماضي طيب هل هو حروفه كلها اصلية لو احنا بصنا هنلاقيه خمس حروف تلعثم هل ده معناه ان حروفه اصلية يقول لي لا اصل الفعل ده لعثمة ايه ده لعثمة ده كم حرف اربع حروف ما ينفعش اشهل ولا حرف فيهم لعثم يبقى ده رباعي وزودت له حرف يبقى ده اسمه رباعي مزيد بحرف ايه هو الحرف ده التاء تلعثمة التاء هنا زيادة على بني الكلمة فديتني معنى تاني لما زودت الفعل بحرف اداني معنى مختلفة عن الفعل لعثمة طيب الجزء التاني من المزيد الرباعي او النوع التاني هو الرباعي المزيد بحرفين يعني اربع حروف وزود لهم حرفين عشان كده يبقى ستة حروف العدد الاقصى من حروف الافعال طب اديني المثال كده لو انا قلت لك اقشعرة اقشعرة الفعل هنا اقشعرة كم حرف يقولي ده ستة حروف اقشعر ر ستة حروف ايه ده طب ما فيش فعله اصله ستة حروف يبقى اكيد الفعل ده وكان اساسه حاجة تانية تعالى نبصة اساسه كان ايه قشعرة قشعرة اربع حروف طب انت هنا اربع حروف زودت لهم كم حرف حرفين فده اسمه رباعي مزيد بحرفين ايه هما الحرفين الالف والراء المشددة اقشعرة الراة الاخرانية انا شدتها وفيه الف اول الكلمة يبقى الفعل اقشعرة فعل رباعي مزيد بحرفين يعني فيه حرفين زيادة طيب بيديني مثال تاني لو انا قلت لك اطمأن اطمأن اصلها طمأن اربع حروف يبقى ده كان رباعي في الاساس طب زودت له كم حرف حرفين ايه هما الحرفين دول الالف والنون المضعفة اطمأن النون هنا مشددة يعني حرفين يبقى ده رباعي مزيد بحرفين دلوقتي ملاحظات مهمة جدا لازم تسمعها كويس اول حاجة بيقول لي تصل حروف الزيادة لتلت حروف يعني فيه تلت حروف زيادة على بنية الكلمة ممكن ازود حرف او اتنين او تلاتة على الفعل علشان قطر كده بيديني لحد ست حروف فيزيد في السلاسة الى ثلاثة وفي الرباعي الى حرفين يعني ممكن ازود تلت حروف على الفعل السلاسة وممكن ازيد حرفين على الفعل الرباعي فيديني في الاخر الفعل ستة احرف طيب تاني ملحوظة بيقول لي لكي تصل احرف الزيادة لابد ان تتعامل مع صورة الفعل الفعل الايه? الماضي في الزمن الماضي. والعودة لاصله الفعل. زي مثلا الفاق يستخرج. يستخرج ده مدارع. لا لازم اجيب الماضي بتاعه. الماضي بتاعه استخرج. ايه ده استخرج ده عدد حروفه كتير. حال يكون ده اصله. طب اصله ايه? خرجة. يبقى ده ثلاثي ولو بسيط علشان يتحول الاستخرجة زودت له ثلاث حروف. يبقى ده معناه ان انت لازم تمشي بالترتيب ده اللي هو ايه? فعل مدارع او امر? لا. انا عايز الماضي بتاعه. وبعد ما تجيب الماضي تشوف ده كان اصله ايه? يا ترى هو كان ليه اصل? واحنا زودنا عليه حروف ولا لا? طب ثلاث حاجة ومهمة جدا بيقول لي لا تحسب احرف المدارع اللي هي انايتو. الف نون ياتا. الحروف اللي بيبدأ بها اي فعل مدارع. احب. يحب. نحب. تحب. او ازاكر يزاكر نزاكر تزاكر. دي اسمها احرف المدارع. بيقول لي تكون في اول الفعل المدارع. وطبعا احنا ملناش دعوة بالفعل المدارع. فانت تحسبهاش بترجع الفعل للماضي بتاعه. طب كمان بيقول لي ولا الضمائر زي ما اتفعنا المتصلة. اي ضمير في قلب الكلمة او متصل في قلب الفعل. مليوش دعوة بالفعل. بنحيب ببعده خلص عشان اشوف. الفعل نفسه سواء كان مجرد. او مزيده كمان برضو تاقي التأنيس لا تحسب من ضم الفعل. ودلوقتي يجي وقت تدريب بلاعبة بسيطة جدا. عايزك تعمل اسكان للكيو اركو دي اللي موجود قدامك. او تنزل للتالت رابط اسفل الفيديو. اتمنى انك تنبسط بيها. انا مستني. ورجعنا لبعض مرة اخرى. ودلوقتي يجي وقت التقييم. عايزك توص على الاسئلة. اعمل توقف للفيديو. فكر فيها كويس. وتعال انا مستنيك. ورجعنا لبعض مرة اخرى. ونشوف الاسئلة بتاعتنا. رأس السؤال بيقول لي حدد الافعال المجردة والمزيدة. وانواعها فيما يأتي. يعني انا عايز اعرف الفعل ده مجرد ولا مزيد. ولو هو مجرد. مجرد سلاسي ولا رباعي. ولو هو مزيد فهو مزيد سلاسي بحرف او باثنين او بتلاتة. ولا مزيد رباعي بحرف او اتنين. تعالوا نبص كده للافعال بتاعتنا. كرما. اصل الفعل كرما. ايه ده? ده الفعل ده? اربح حروف. كان اصله تلاتة وانا زودت له حرفي فبسميه ثلاثي مزيد بحرف. ثلاثي مزيد بحرفي. يعني اصله ثلاثي وهو فعل لمزيد مش فعل مجرد. وزودت له حرفي فبسميه ثلاثي مزيد بحرف. طيب الفعل التاني بيقول لي استوفى. استوفى? اصل الفعل وفا. وفا. وفا ده تلات حروف ايه ده? ده معناه ان انا زودت على الفعل ايه ده تلات احرف. اللي هي الف سين تا. لفا ده اسمه ثلاثي مزيد بثلاثة احرف. ثلاثي مزيد بتلات حروف. طيب الفعل اللي بعد كده بيقول لي فاهمة. فاهمة ده فعل ماضي. اصله ايه? اصله فاهمة. ما ما ينفعش ان انا اشيل اي حرف. يبقى ده اسمه فعل مجرد سلاسي. يعني سلاسي مجرد او مجرد سلاسي. طيب الفعل انسلخا. انسلخا. اصلها? سلخا. ايه ده? ده انا زودت حرفين على الفعل دي سلخا علشان يبقى انسلخا اللي هي الالف والنون. يبقى الفعل ده بسميه ايه? بسميه سلاسي مزيد بحرفين. اصله تلات حروف فبقول عليه سلاسي مزيد بحرفين. اخر فعل معانا اطمأنا. اطمأنا. اطمأنا? بس طمأنا. طمأنا ده اربع حروف. بس انا زودت له حرفين اللي هم الالف. والنون المشددة دي اللي هي نون واحدة بس عليها تضعيفي بقى ده معنا ان هي اتنين نون يبقى ده اسمه رباعي مزيد بحر فين رباعي مزيد بحر فين تعالوا مع بعض نعرف احنا استفدنا ايه النهار محتوى الدرس بتاقي كان بيكلمنا عن انقسامات الافعال في الاول من حيث اوجه كتيرة من ناحية زمنه او من ناحية اه نوعه او من ناحية معناه طيب ايه تاني بيقول لي عرفنا بعد كده الفعل المجرد وانواعه يعني ايه فعل مجرد ويعني انواعه كمان عرفنا الفعل المزيد وانواعه وكمان عرفنا في الاخر بعض الامس لو خدنا تدريبات مهمة جدا هتساعدني في اجاباتي سواء في كتاب المدرسة او في اي كتاب تاني ودلوقتي يجي وقت الواجب الواجب هتلاقيه موجود في المرفقات اسوأ للفيديو اتمنى كوز استفدت من حصتنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك وبنقول لك ما تنساش تحلل الكوز اللي في المصادر وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات منتظرينك في اللايف في حفز الله